كده وقفت توقفت فترة بس كده بقى عزت عدت شوية ده انت عدت من 93 سنة كان بتغير اه لقى 6-7 سنين ما غنيش حاوس اكتر انت اول آلبوم امتى اه ده اول محترف بقى لا اول بقى في نقلة اه فصل يبقى في نقلة كانت في حياتي لا بس دي كانت صعبة هاوي دي ايه بقى اقول لي لان انا حسيت ان انت دي كانت صعبة جدا دي يعني فيه ناس يتقلها انه مثلا ده ابن احمد عدوه لازم يوصل نايم على مخدلتنا ريش نعام يعني اه دي النقلة اللي كانت صعبة جدا ايه بقى في حياتي اه لا الحقيقة افل فوشي ببان كتير اوي ليه بقى اه زي ما تقولي فيه ناس تتخيل ان محمد عدوية بغني عشان بابا عدوية لاجل الشهر ايه اه ايوة بس ما كانوش سمعين صوتك او شايفينك موهبة حقيقية والله انا ما عرفش ليه السر والسبب بس ناسة واسمية يعني موجودة جد الوقتي اه انا تمت وقفت الفترة دي وابوي تخلى خلاص قال لي خلاص انا كده مش وصلتك او للطريق مش عايز بقى يحطك فيما يعني وبعدين هو اه يعني اه برضو وانا برضو مردتش برضو ايه قلت انا كافح انا انت في الفترة دي كنت انت يعني هو مثلا لما لاقي انه انت عندك مشاكل بسبب انك احمد عدوية ايه من محمد عدوية ابن احمد عدوية اه ولا عشان ايه هو هو الفترة دي احنا توقفنا اه اه خلاص بقى انا كل واحد والنشاط ده وقف بتاع الانتاج هو منه هو اه اه الفني وفي نفس الوقت كان الصوت بتغيره عايزني انا انتبه للمذاكرة اكتر اه والدراسة اه فانا ده اطعم الموهبة بقى النجاح بقى اكبر معايا اه فالموهبة كبرت معايا بس ساعاتها ما حق يعني حولت من خلاله اكلم ناس كتيرة اوي اللي انا بقى عايز ابقى اغني يا جماعة اه والناس بعيد ترد علي تفل السكة اوه لو الناس جاو ده اه والله حاجة ما تفطرش عالبال اه لو انت حلو وكويس موهوب اسعى وهو هكلم ناس كمان والناس بقت تقوله اوكي وتي عارفة بقى فيه طبيعة ناس سمعها انا اوكي وكلمني وعارفة الجواء لا انا كفحت زي اي شاب كفح دلوقتي لسه ببتدي يعني